اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 زي ما كان اول منتخب بيصل لكودفار كان اول منتخب بيجلب بانتصار للعرف في كان 2023 المنتخب المغربي النهاردة بيوجه رسالة قوية للجميع ان رابع العالم مش جاي يهزر في كاس الامم وعايز يستعيد مجده الغائب من 1976 منتخب المغرب بيقدم سيمفونية مميزة وبيفوز النهاردة تلاتة لشيء على المنتخب التنزاني في مستهل مشوار قصود الاطلسي في الكان علشان يحق اول فوز للعرب في البطولة وكذلك اول كلين شيت اتصار المغرب كان شاهد على بعض الارقام المميزة النهاردة من ضمنها ان يوسف النصيري اللي سجل الهدف الثالث في المباراة والخامس في تاريخ مشاركاته في او مع المغرب بشكل عام دخل النهاردة التاريخ بنجاحه في التسجيل فاربع نسخ متتالية بداية من نسخة 2017 وحتى النسخة الجارية دي وده اللي محققوش اي لاعب مغربي قبل كده انه يسجل فاربع نسخ متتالية وفي نفس الوقت النهاردة النصيري اصبح قريب جدا من رقم الاسطورة احمد فراس الهدف التاريخي للكرة المغربية في كأس الامم برصيد ستة اهدف يعني النسيري النهاردة اصبح يفصله عن الانفراد باللقب هدفين فقط وبعيدا بقى عن الارقام التاريخية والاداء المميز والقوي للنسيري والمنتخب المغربي كان فيه مشهد طريف اول نهاردة اوي نسيري النهاردة بعنوان صحف كده اول لاعب في تاريخ كرة القدم يحتسب له هدف وهو على دكة البدلاء تاني يوسف النسيري اول لاعب في تاريخ كرة القدم يحتسب له هدف وهو على دكة البدلاء طب ازاي الهدف اللي اعمام حضراتكو ده النسيري سجله وبعد كده حكم المباراة احتسب الهدف تسلل وكان مدرب المنتخب المغربي وليد الرجراجي بيجاهز تغييره انه يخرج يوسف النسيري من الملعب فخرجه والحكم كان احتسب الكرة ايه تسلل فالبار نده للحكم والنسيري خلاص بقى عدك فالبار قال للحكم لا اخد بالك الكرة ما فيهاش تسلل الكرة جول فالحكم صفر وشاور واحتسب الكرة جول زمايل وليد الرجراجي بيحتفلوا في الملعب وليدر عفوا زمايل يوسف النسيري بيحتفلوا في الملعب وزمايله على الدكة بيحتفلوا معاه هو على الهدف اللي سجله وقعد على الدكة كده مش هالطريف ما بيتكررش كتير في الكرة قعد على الدكة بيحتفل بهدف خرج الراجل واحتسب الحكم بعد كده الهدف بتاعه بعد اللجوء الى الفار من المشاهد الطريفة اللي ممكن نادرة ما تشوفها في كرة القدم انا قعد على الدكة والرزق جالي لحد عندي رزق جالي لحد عندي الجول اللي تحسب تسلل وانا خرجت خلاص بقى مستبيع ومش هيتحسب لي الهدف وما سجلتش في المباراة وقعد مريح ألاقي الحكم مسافر جول انا سجلت هدف اللعيبة تيجي تحتفل معاه مش هد من المشاهد الصادق الظريفة جدا في كرة القدم طيب